موسيقى في ملفنا الثالث مشاهدين اختتم تعمل مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالرياضة حيث شهدت فعليات جلسات حوارية حول تمكين الابتكار والمشهد الاقتصادي العالمي في 2030 إضافة إلى ممكنات وفرص وتحديات الابتكار الحكومي في المملكة وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والمتحدثين المحليين والدوليين وعلى هامش المؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي وقع وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود وثيقة تدشين الجواز الإلكتروني الجديد يتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمواكبة التطورات التقنية والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين الجواز الإلكتروني يحتوي على صفحة بيانات بوليكربونات مضمنة لصورة حامل الوثيقة بالإضافة إلى السمات الأمنية لعدد ثلاث صور بالصفحة الرئيسية وهي الفيسر الرئيسي في تحول الجواز الإلكتروني بالإضافة إلى الشريحة الذكية التي يحتويها الجواز الصورة التي وضعتها الصفحة الأخرى أيضا استفدنا من صفحات الجواز باستخدام جميع المواقع الحيوية والحضارية في مملكتنا الحبيبة لنعكس الانطباع ونعطي صورة كاملة عن جميع ما تحويل المملكة من مواقع فعليات مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي شهدت مشاركة شخصيات قيادية من صناع القرار وقبرها في المجال والذي تتصدر المملكة موقع رياديا فيه ويشهد على ذلك من رقمية شبه كاملة للإجراءات والعمل الحكومي في السعودية أبرز رسائل هذا المؤتمر ودور الابتكار الحكومي في تحقيق مستدفة الرؤية مشاهدين نناقشها لكن بعد هذا التقرير أصبح الابتكار اليوم ضرورة وليس خيارا للحكومات الابتكار أصبح اليوم ضرورة وليس خيارا لمواكبة المتغيرات ومواصلة النمو والتطور هذا ما قاله وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال افتتاح أعمال مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي في الرياض والذي ينهي أعماله بعد يومين حافلي بفعاليات تضمنت ست جلسات شارك فيها قادة وصناع القرار وذو خبرة في مجال الابتكار الحكومي بهدف تحفيز ثقافة الابتكار المؤسسي لخلق قطاع أعمال قادر على المنافسة وأكثر مرونة وصلابة في مواجهة الأزمات ويحقق عواد اقتصادية أكبر يجب أن تستثمر في قدراتها الابتكارية استعرض المشاركون في المؤتمر نماذج الشركات الهادفة والكيفية في تحقيق الابتكار الحكومي مع تمكينه في بختلف الأنشطة والأعمال بالإضافة إلى الوظائف الجديدة التي ستخلق والمستقبل الاقتصادي العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وصولا إلى استعراض الفرص وزيادة القدرة التنافسية للمملكة في مجالات الابتكار الحكومي إن الانفتاح سرع من كثرة الابتكارات وأدى إلى تدفوق الأنموال من أي مكان في العالم لأي ابتكار ممكن يكون يقدم البشرية هذا انعكس إجابا على النمو الاقتصادي العالمي وشهدت فعاليات المؤتمر قطف إحدى ثمار الجهود الحكومية الساعية لتحول رقمي ناجع وذلك عبر تدشيني وزير الداخلية الأمين عبدالعزيز بن سعود بن نايف الجواز الإلكتروني الجديد المصمم بأعلى السمات الأمنية الفنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية غفزة كبيرة في مسيرة التحول الرقمي والذي يبثل أحد مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين أهلا بكم مجدد المشاهدين ورحب ضيفي هنا في الستوديو مدير عام التخطيط والتمييز المؤسسي في معهد الإدارة العامة دكتور هاشم المكرمي أهلا بك شكرا لحضورك ما أبرز ما شهده المؤتمر على مدار اليومين وأنت كنت أحد للحضور فيه الله أعطيك العافية أخوة يمفرح في البداية أشكركم واشكر القناة المؤقرة على تسليط الضوء على هذا المؤتمر مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي نعم أتى هذا المؤتمر بموافقة من المقام السامي وبرعاية من معالي وزير المائرة البشرية والتنمية الاجتماعية تم افتتاح المؤتمر يوم أمس والمدة يومين الحمد لله كانت أصداء رائعة وكان فيه مداخلات ونقاشات مثرية في هذا المجال طبعا المؤتمر يتكون من أربع محاول رئيسية وخلني أقول السبب الرئيسي في إنشاء هذا المؤتمر هو أن المعهد أخذ على عاتقة يعني زي ما تعرفون رؤية المملكة هي رؤية طموحة ومبتكرة حقيقة وكل محور وكل هدف فيها تجد الإبتكار منهج عمل فيه في من هذا المنطلق يمكن المعهد وبعد مرور ستين عام من تأسيس أخذ على عاتقة أهمية أن المشاركة بالمؤتمر هذا اللي إن شاء الله المخرجاتها بيكون لها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة طبعا المؤتمر يتكون من أربع محاول رئيسية بدءا بالإبتكار الحكومي التحول الرقمي المال والاقتصاد والسياسات العامة هذه الأربع المحاور ممكن نقولها ترجمت في ست جلسات على مدار اليومين حضرها أكثر من أو تحدث فيها حوالي 30 إلى 35 خبير محلي وعالمي جميع هذه العقول أتت لمناقشة هذه القضية والتكامل في الآراء ووجهات النظر بما يخدم القطاع الحكومي بشكل خاص والابتكار بشكل عام طيب أنت كيف ترى القطاع الحكومي وحضور الابتكار فيه ربما تجربة تابعناها كانت لوزارة الداخلية وهي رائدة في هذا الصدد لكن المؤسسات الحكومية الأخرى إذا كان الابتكار يحسن من جودة المنتجات ويعزز تمييز المؤسسة ويخلق قدرة تنافسية بعض المؤسسات والقطاعات الحكومية تقول أنا لست بحاجة ولست في منافسة مع أحد وبالتالي لا أحتاج لمثل هذه الموضوعات المواطن مجبرا سيأتي لخدماتي نعم كلامك في علامة تمة لكن دعنا نقول الابتكار وهذا ما خلصنا فيه في جلسات المؤتمر في اليومين هذه بإجماع جميع الخبراء أنه صار مطلب رئيسي وليس خيار أو نقول رفاهية الابتكار ودعنا نبدأ بمفهوم الابتكار في الأدبيات هو إيجاد منتج مختلف عما سبق المنتج هذا قد يكون خدمة قد يكون تبسيط إجراء قد يكون سياسات مرنة ولكن بلا شك المنتج هذا في عمله وأداءه يكون مختلف ونقول المختلف أنه يضيف أد فاليو للإنديوزر وللمستفيدين فلابد أن صار هذا مطلب رئيسي زي ما ذكرت أنت وزارة الداخلية وبالتحديد على سبيل المثال أبشر لنا فيه النموذج الأكبر كفكرة ابتكارية كيف نحول مفهوم جميع الخدمات الحكومية في ضغطة زر وفي أشياء اوتوميتد وانت في بيتك تحصل على الخدمة تحصل على الجودة سابقا كان عندنا منظور أن الجودة مقابل التكلفة والوقت يعني تحتاج منتج بجودة عالية لابد من تكلفة ووقت أكثر لحصول الخدمة مع الابتكار وعلى سبيل المثال زي ما ذكرت في وزارة الخالد داخلية اللي هو نظام أبشر هذا وفر لك الخدمة بوقت أقل وبجهد أقل أنا أرى أنها لابد هو صار مطلب يمكن حنا في معهد الإدارة العامة يعني من الجهات اللي فعلا استجابت الرؤية المملكة وتوجهات في تعزيز الابتكار وهو من المنهجيات الرئيسية في استراتيجيتنا الحالية وفي رؤية المعهد مثال بسيط عندنا منصة إثرائي المعهد على ستين عام يدرب في القاعات وما زال مستمر نحن لا نقول أنه يعني انتهى لكن ما زال موجود تدرب في القاعات يمكن في الستين عام هذا دربنا قرابة اثنين مليون متدرب ولكن اتجاهنا إلى فكرة جديدة مبتكرة هنا نحن نقدم خدماتنا التدريبية عن بعد وبطريقها سلساه ومرنا عبر منصة إثرائي المستخدم من جميع أنحاء المملكة يقدر يدخل ويحصل على البرنامج التدريبي التفاعلي اللي يبني بمنهجيات ومعايير وتبني للتقنيات الحديثة وكأنك موجود في القاعات وأريد رؤيتكم في معهد الإدارة هل يبدأ التطوير من الموظف أم من الإدارة بصراحة وأخذ إجابتك لكن بعد قليل دعا كبير المستشارين الاقتصادين في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور رجال المرزوقي إلى مزيد من التعاون بين المنظمات الدولية مؤكدا أن الانقسام والصراع الاقتصادي يؤثر وسلبا على العالم نتابع مقالة الصراع التخوف منه أنه يؤدي إلى انقسام العالم إلى معسكرين وتؤثر سلبا الأمل أن المرحلة القادمة أن يتحول نوع من التعاون وانتبقى المنظمات الدولية لها دور فاعل لأن يمكن نلاحظ خلال فترة ترام أن كان في محاولة لإلغاء المنظمات الدولية التي تم إنشأها بعد بريتين وودز وهذه ستؤثر على هيكلية وتركيبة الاقتصاد العالمي ومعناه أن نحتاج أن نتحول من اقتصاد واحد والاقتصاد العالمي إلى ريجونالزم ولا غيرها من الآثار السلبية التي تنعاكس سلبا فالتغير في هذا الاتجاه إن لم يحدث الصراع وإن شاء الله ما يحدث الصراع سيؤدي إلى توازنات قوى تنعكس إيجابا لاحقا على الإبتكارات وعلى زيادة الاستثمارات على مستوى العالم طيب أريد أن أتحدث معك دكتور عن البداية من الموظفة أو من الإدارة في حسب للكم نعم الله أعطيك العافية طبعا هذا سؤال جيد ومتوسع لكن خلني أضطره في قالب الإبتكار وموضوع الإبتكار هي فكرة الإبتكار أنها قد تأتي من أي شخص في المنظومة سواء الموظف أو القائد هو معامل الإبتكار نفسها وكيف أن يكون عندك مختبر إبتكار أنك تتيح لجميع المشاركة اقتراح الأفكار الجديدة وإن كانت غريبة ولكن لا بد من أخذها في عين الاعتبار تبنيها تقديم التطوير لها بحيث أن هذه الفكرة قد يكون منها منتج إبتكاري فردي على هذا السؤال قد يأتي من الموظف وهذا المفترض أو قد يأتي من القائد هي تشاركية تشاركية طيب التحديات غير المسبوقة التقنية تحديدا في المجال الصناعي هل فرضت تحديات أو فرضت نفسها على المؤسسات الحكومية وبالتالي وظائف المستقبل يجب أن تتعامل مع هذا الأمر إبتكار ويجب أن تتطور هذه المؤسسات في موضوع الإبتكار باختصار دعنا نقول ما نقول تحديات نقول هو تطوير تطوير التقنية تتعامل معها للجانب هذا يعني الأعمال النمطية روتينية التي ممكن تأديتها مجرد بس أتمتها واتوميتد سيستيم قد يؤديها لكن هذا لا يعني أنها استغناء عن الوظائف الرئيسية الإبتكارية التي هي من لها فاليو فيها طبعا بلا شك أن وظائف المستقبل وهذا ممكن من الأشياء التي نقشت في هذا المؤتمر قد تختلف عن المنظور الحالي وأنا يمكنني ذكرت بس مثال بسيط عن منصة إثراء والتدريب لحنا تحولنا أو صار رديف لا نقول أنه بديل ولكن رديف هو التدريب الإلكتروني بالمنهجيات والتقنيات الحديثة شكرا جزيلا لك دكتور هشم المكرمي مدير عام التخطيط والتمييز المؤسسي في معهد الإدارة العامة شكرا لحضورك ووقتك مشاهدين لابتكار الحكومي في المملكة مثلا متنوعة في عدة مجالات من أبرز الحلول لابتكارية التطبيقات والمنصات كأبشر ناجز توكننا والتي جعلت المراجعات الحكومية لا تحتاج سوى ضغطة زر أو الإنجاز سوى ضغطة زر كما يقولون أترككم مع هذا العرض ألتقيكم على رأس الساعة لنواصل في هنا الرياض وساعتنا الثانية كنوا على الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة